لكن البعض يبقى رافض الذهاب إلى المدرسة ما يتكيف مع صفة، ما يتكيف مع الدراسة يبلش أنه حتى لما يمكن أنه دروس الأولى والتعليم وغيرها يبلش أنه بنوبات البكاء، يمكن أنه يعاند من الأهل غيرها من هذه الأمور يرفض أنه يكمل واجبة البيت اليوم كيف نتعامل مع هذه الحالة يعني من بعد ما نتخطى أيام الدوام الأولى من بعدها ننتقل إلى مرحلة الدراسة اللي يبلش الطفل يعاند وهو ما يتقبل أساساً أنه يروح للمدرسة يريد يبقى بالبيت في الأيام الأولى أو السنة الأولى اللي تحدث به بعض الفوضى فالأطفال يتصرفون أو يختلقون اللي سميناه الفوضى يرمي كتبه، يكسر القلم يبعثرهم، هنا طبعاً مسألة كل شيء مهمة عدم استخدام القسوة من قبل الوالدين على الوالدين أن يتفهموا هذه الحالة، الحالة الاستثنائية، الحالة اللي أغلب الأطفال يبارسوها اللي بعثرت الكتب جداً مهم موضوع عدم ممارسة القسوة، عدم الصراخ عليه من هذا الجانب، من جانب آخر بكاء وصراخ الأطفال المتعلقين دعونا نسميها عقدة التعلق خاصة بالأم، فلا بأس به كما ذكرنا اصطحاب الأهل الوالدين للطفل، ممكن أحد الوالدين أنه يدخلون داخل مدرسة ويقفون أمام ابنهم الطالب وهو في الصف ويوم بعد يوم وبالتدريج الانسحاب إلى أن يتكيف هذا يدخل به كلمات من التشجيع والتحفيز قضية التحفيز، تحفيز مادي ومعنوي مادياً نوفر له عدم حرمان أن الطالب يروح للمدرسة وجنته خالية هذا من جانب جانب مادي وأيضاً الجانب المعنوي نشجع بأنه راح تكون نشاطات راح تشارك بها ما يتعلق بيوم الخميس رفع العلم وأيضاً مشاركة أصدقاء جدد بفعاليات ترفيهية، رياضية، تعليمية مختلفة هذه كلها جوانب تعتبر أفكار وطاقات إيجابية للطلاب بصورة عامة